لا يمر يوم إلا وتعرض أبناؤنا للعديد من الاعتداءات والتعذيب الذي تعجز الكلمات عن وصف تفاصيله القاسية هكذا تروي بعض أمهات المختطفين وضع ذويهم في سجون عدن منظمات حقوقية وصفت وضع المعتقلين في السجون التي تشرف عليها قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات بالمخيف مطالبة السلطات بضرورة تقديم الدعم والرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية بصورة عاجلة لهم رابطة أمهات المختطفين استنكرت الاعتداءات بحق المعتقلين في سجن بير أحمد وذكرت أن إدارة السجن اعتدت على المعتقلين خلال الأيام الماضية بعصب أعينهم وتقييد أيديهم وضربهم الشديد في ساحة السجن المعتقلون البالغ عددهم 72 معتقلا تعرضوا للضرب الشديد والمعاملة القاسية بحسب بيان رابطة أمهات المختطفين التي طالبت بسرعة الإفراج عنهم ناشطون حقوقيون وجدوا أن المعاملة التي تعرض لها المعتقلون سواء تحت سيطرة ميليشيا الحوثي أو القوات المدعومة من الإمارات تتطابق في قسوتها ولا تختلف إلا بمسميات الجهات التي تدير السجون منظمات دولية أيضا دعت إلى سرعة الإفراج عن المعتقلين محذرة من استمرار التعذيب والمعاملة القاسية بحقهم فيما طالبت منظمات محلية بالتحرك الأممي لإنقاذ حياة المعتقلين في عدن بشكل عام ومعتقلي سيجن بئر أحمد في العاصمة المؤقتة بشكل خاص وهي مناشدات متكررة لا تلقى استجابة من قبل الحكومة والجهات التي تدير السجون في عدن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر